وفي الأراضي المقدسة سجلت مدارس البطرياركية اللاتينية نسبة نجاح عالية في الثانوية العامة بلغت 98% كما بلغت نسبة النجاح في مدارس البطرياركية في الطيبة ونابلس وبيت جالة وبيت ساحور 100% هذا وتقدم الامتحان الثانوية العامة هذا العام 256 طالبا وطالبة من مدارس البطرياركية في فلسطين نجح منهم 250 طالبا لتصل النسبة النجاح إلى 98% وقد سجلت مدرسة البطرياركية في بيت جالة المرتبة الأولى في الفرع الأدبي بينما حازت مدرسة البطرياركية في رام الله على المرتبة الأولى في الفرع العلمي